تواجد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو في مدينة سنغافورة بعد أقل من شهرين من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في ذات المدينة وعلى الرغم من ذلك اقتصر على ما يبدو تواصل بومبيو وري على مصافحة قصيرة خلال المنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا بومبيو قلل من أهمية تبادل تصريحات مثيرة للجدل مع كوريا الشمالية على هامش اجتماعات سنغافورة وقال أن بيونغ يانج أوضحت استمرار التزامها بنزع السلاح النووي إلا أن بومبيو شدد على أن بيان البعثة الأمريكية ما زال واضحا وإن مجلس الأمن قال أنه يجب على بيونغ يانج أن تفي بتعاهداتها لإنهاء برنامجها النووي والصواريخ الباليستية وبعد مغادرة بومبيو الاجتماع يوم السبت ألقى وزير الخارجي الكوري الشمالي ريونغ كلمة قال فيها أن بيونغ يانج تشعر بقلق من نوايا الولايات المتحدة وشكى أيضا من دعوات الولايات المتحدة إلى أبقاء العقوبات على كوريا الشمالية وأحجامها عن إعلان انتهاء الحرب الكورية رسميا أثناء ذلك قال الوزير ري أن كوريا الشمالية ملتزمة بتنفيذ بيان المشترك أصدره كيمو ترامب خلال اجتماعهما بأسلوب يتسم بالمسؤولية وبنية طيبة ولكنه أكد على دعوة لإجراء محادثات بشكل تدريجي وهو ما يتعارض مع إصرار الولايات المتحدة على تخلي كوريا الشمالية عن أسلحتها قبل تخفيف العقوبات وتعهدت كوريا الشمالية والولايات المتحدة بالعمل على إنهاء برامج الأسلحة بكوريا الشمالية خلال قمة سنغافورة ولكنهما يواجهان صعوبة في التوصل للاتفاق لتحقيق هذا الهدف واتهمت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية واشنطن بالعمل بعكس خطتها لتحسين العلاقات على الرغم من تقديم بيونج يانج لفتاة تنمو عن حسن نواياها من بينها وقف التجارب النووية والصاروخية وإزالة موقع النووي وإعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب الكورية التي دارت فيما بين عامي 1950 و 1953